ساعة فصلنا هل ستشارك ولا مش تشارك خطر ابتسام سمعت قاعدة تسمع في العجمي لوريمي في تسريح سألوا رجازة من السيدات انتم ما فهمتش مش تشارك ولا مش مش تشارك هو الموقف النهائي يعني حاليا مش مش تشاركه لانه شارك ولكن ثم امكانية تبقى للمشاركة في ظل مجموعة من الشروط اللي حطوها في الندوة هذه هي ندوة تقريبا اكثر من شهرين جابت الخلاص الواطن ما عملتش ندوة صحفية بعد مجموعة كبيرة من ندوات صحفية كانت في جمعة تقريبا مرتين ثلاثة ندوات صحفية تقريبا طوال شهرين ما عملوش ندوة صحفية جات ندوة صحفية هذه وكانت حتى باش عملوها في الشارع في امام المسرح البلدي لانه ما ثماش حسب قوله ما ثماش فضاء اللي قبل انه يعطيهم الترخيص بالفضاء باش يقوموا فيه ندوة صحفية امام المسرح البلدي ايضا رفضت وزارة الداخلية انها تعطيهم الترخيص هذه ولكن في الاخير المكان هو كان في احد نزول مش معروف تقريبا في معاتف العاصمة اللي هما قاموا بيه في الندوة صحفية اللافت انه اغلب الاعظام تقال القيادات في النهضة وجابته خلاص كانت موجودة حكاوا على المناخ الكامل المتاع اللي ساير طول المحاكمات وغيره والمناخ بتاع المسار الانتخاب وغيره والابرز انه معتها موقفهم من الانتخابات اللي كانوا في مفاوضاتهم وفي تشاور تقريبا اكثر من شهرته داخلية من اجل الحسن في المشاركة من عدمها في الانتخابات هذه الموقف المعلن واللي هو شبه واضح انه ما همش بيتشاركوا بالظروف الحالية بالمناخ الحالي نجيب الشاب يصف انه اذا كان باش تخي باش تصير انتخابات رئاسية بالشروط الحالية بالمناخ العام الحالي فهي مسرحية لن نشارك فيها نجيب الشابي المجموعة من الشروط هم الاخبار لو انهم نجيب الشابي لن نقدم مورشح الانتخابات الرئاسية المقبلة ما لم تتوفر الشروط المناسبة الانتخابات النازية ويتطور من الحريات خلال نعطيك مجموعة من الشروط والنرجو احنا للظروف بتاع معتها لشنو حكاية وبقية اي خلا نبدأ خلال الشروط وبعد نبدأ لك سعيد اي اي اولا ضمان حياد واستقلالية هيئة الانتخابات استقلالية السلطة القضائية رفع حالة الطوارئ الغاء قرار غلق مقرات الحزاب السياسية ورفع الحزاب السياسية ورفع حضر الانشطة السياسية على الحزاب اطلاق صراح جميع السياسيين السجناء وخاصة المعنيين بالانتخابات وبالترشع للانتخابات الرئاسية وإلغاء المرسوم عدد 54 وضمان حرية الرأي والتعبير هذه الجملة الشروط اللي تحطط إذا توفرت الشروط هذه فإن الجبهة باش تقرر المشاركة بإما مرشح من داخل الجبهة أو إنها تدعم أحد المرشحين الموجودين فما إمكان إيه إنها تدعم مرشح من وجود الجبهة إما تكون عندها مرشح من داخل الجبهة أو إنها تدعم على الأقل واحد من المرشحين في الظروف الحالية بالوقت الحالي مش باش تكون عندها مرشح لا من داخل الجبهة ولا باش تدعب أي من المرشحين